عندنا تقرير مع المدير الفني لفريق الفيصالي الأردني نبوشا نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام لسا متواصلين معكم مشاهدي متابعي قناة الأهلي في كل مكان وقبل طبعا انطلاق المباراة معايا في هذه اللحظات المدير الفني لفريق الفيصالي الأردني مستر نبوشا في البداية تردد ان تفضل فيهجبت وأنت أيضا أريد أن أتطلع لك عن تقرير محاولة للأهلي وشيئة في تقرير شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك نحن نتظر مستعدية وكل شكرا لك شكرا لك لقد تنتظر لكي اللحظة في التقرير أمن المحاولة أننا نحن نفعل جيدة وكل شخص يأتي في تجديو وكل شكرا لكي قرره في التقرير ستستعر نشاهد في البداية طبعا رحبت بيه في مصر وسألته عن استعدادات فريقه لهذه المباراة قال أكيد كل فريق بيستعد بكل كوة لهذه المباراة قال طبعا العديد من جمير هتفرج على المباراة الأهلي وفوصالي من خلال الأستاد أو من خلال التيفي وهو بيتمنى طبعا أن فريقه يقدر يقدم مباراة كويسة أيضا أريد أن أتحدث معك عن المختلفة بين هذا المتعامل والمتعامل للأهلي كل محط مختلف كفل الحياة في الحياة وكل يومك لا يوجد سنشين ولكن يمكنك تنبييها جيدا لك سوف نحن نصح أن نضيف الشيء جيد بشيء جديد وكلا أرادنا كل محط مختلفة بسطورة جديد فماذا أردت إلى منذ كيف بدأنا قادمة استغراضناكم الكثير منظرنانا وضعنا نكتبناه الكثير منذ انتظرنا هذا اليوم ما لديتطلب من التباية كثير من هذا الشيء؟ لانتخلتنا للمصنعات بالفاقيات ؟ نعرف التجارية كانت لا تصل على شعه وشعر بالحروق إنه جدًا جدًا و من هذه الطريقة يمكنك أيضًا انظر الفوطبول و ستجد الكثيرًا إذا تظهر الفوطبول صراحة زملنا عمير الشام سألوا سؤال ذكي سؤال خبيث وسؤال ما فيش مدير فني بيحب يقوله قبل المباراة لما سألوا على الاستراتيجية استراتيجية بتاعتك ليه انك تلعب الماتش فهو حتى ارتبك شوية وضحك لأن أي مدير فني قبل ما يخش مباراة خاصة مباراة بقيمة النادي الآله و فريق زي النادي الآله ما بيبقاش حابب ان هو يقول هو يلعب ازاي على الرغم ان هي بينها لكن دايما المديرين الأجانب بيبقوش عايزين يطلعوا كل اللي عندهم للإعلام وقال ان كل ماتش مختلف لان دي تاني مواجهة للنادي الآله وبيحترم النادي الآله بشكل كبير جدا ولكن في نفس الوقت هو كفريق الفيصالي عنده برضو من اللاعبين الأكفاء اللي ممكن يعملوا حاجة وده بيلخص لحضراتكو حتى أتحدث مع ديوفي على طريقة أداء الفيصالي الأردني ترجمة نانسي قنقر